مصر الخير كيفكم جول الأخوار؟ يا رب اكونوا بخير رجعنا لكم فيديو جديد رح احكي عن معدن مهم جدا هو البرون البرون هو معدن حيوي لصحة ونمو الجسم يعالج العديد من الأمراض مثل اتهاب المفاصل حشاشة العظام التي يتحكم فيها البرون بشكل طبيعي ويساعد ايضا في تقليل ظهور أعراض سن الياس تقليل ظهور أعراض سن الياس مو تقليل أعراض سن الياس الساهم تقليل ظهور أعراض سن الياس يحسن البرون من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم والماغنيزيوم البرون عنصر أساسي يتم تجاهله إلى حد كبير ومع ذلك من الأهمية المفروض انه تدرجو ذو من نظامك الغدائي اليومي عنا اسم شي تليون العظام وعنا شي اسم هشاشة العظام هشاشة العظام ليس مرتبطة بالكالسيوم مرتبطة بالبروتين اللي هو بعد سن الياس عند النساء من القياس بيصير في عندك تباطق في إفراز الكالسيوم تباطق في إفراز الهرمونات بالجسم أو تباطق في امتصاص الكالسيوم اللي يروح على العظام فهذه مشكلة كبيرة لازم أنتوا تنتبهوا عليها وين المفروض يكون الموجود البورون بكل الفواكه مثل التفاح البرتقال العنب الأحمر كمسرة الخوخ الكيوي الزبيب إذا لديك مشكلة بالتعاب المفاصل فعادداً بصلوا بطاطا وبازنجان وبنادورا منقلك خفف منها كثير طبعاً راجعوا فيديوهات الزمار بتكون أوضح من هذا الشي هذا كان فيديو قصير دايماً بحب ذكر أنه هذا اللي ذكرته كله ارجع أنت بالنسبة لنظامك الغذائي ارجع بالنسبة لنظامك الغذائي شوف شو بناسبك منه مشارط تأخذون كلهم المكسرات الخضروات الفواكه اللي حكيناهن معظمنا ركزنا هون نحنا على الفواكه ركزنا على المكسرات ركزنا على الخضار زيت الزيتون تقريباً هو مثل ما بحكي عن الخوخ هي الفاكهة السحرية زيت الزيتون هو العلاج أو هو السحري بالنسبة لهذا الموضوع يعني كل الزمر كل الزمر بتشوفوا أنه زيت الزيتون مفيد هكذا كان الفيديو إن أعجبكم الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس كان معكم دكتور باسن ترجمة نانسي قنع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة